في تصريح لحضرتك وجود على جميع المسلمين طرد الأمريكان من العراق نعم و لازلت أقولها في حضراتكم و في غير مكان وجود القوات الأمريكية في العراق هي قوة غازية قوة غازية حاليا حاليا شو تسميها قوة صديقة أنا ما أشوفهم بالشارع ما أشوفهم بالشارع طيب ما يكون الآن في موضع من قاعدة الأسد و في بغداد بالقريبة عندك الآن في أكبر أكبر مساحة دبلوماسية و سفارة دبلوماسية في العالم هي السفارة الأمريكية في بغداد في بغداد الحبيبة تعتبرها قوة غازية لماذا لا نعتبرها قوة غازية تطالب بخروجها من العراق طالبنا بخروجها رسميا و بكل المحافل على لسان سماحة المبت الشيخ الدكتور العلامة مهدي بن أحمد الصموي دعي و ما يقول له من إرشادات وتوصيات وتوجيهات لنا أن نطالب بإخراجهم دون قيد أو شرط هذا عن دار الإفتاء السني في العراق هذا دار الإفتاء العراقية السنية في العراق البعض من زعامات وسياسية السنة يطالبون بوجود وعدم خروج القوات الأمريكية بالوقت الحاضر في آخر أسبوع كان أحد السياسيين هذا شأنهم أما شأننا كدين و شريعة و عقيدة و منهج لا نسمح لأنفسنا بأن نتفوه بحرف واحد من ما يقولونها هؤلاء السياسيون السياسيون الذين قلتهم أنت لماذا بعض من القيادات السنية لديها تخوف من خروج القوات الأمريكية من العراق سألهم هذا لا توجه لي السؤال فمن خاف فسألهم أما أنا لا أخاف من خروج القوات الأمريكية من العراق ليس عندي خوف و ليس عندي وجل من خروجهم بل خروجهم هو أنصح للعراق طيب